في الذكرى التاسع عشر لاختيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الإرهابية سوف تكون الزيارة التقليدية السنوية منذ ثلاثة أعوام للرئيس سعد الحريري مختلفة عن سابقاتها هذه المرة وبعد عامين على قراره بتعليق العمل السياسي لطيار المستقبل ولي شخصه الرئيس سعد الحريري يعود من دون ربما أعلان حتى الآن يعود إلى لبنان بزهنية مختلفة وبالتصور مختلف للمستقبل مستقبله السياسي ومستقبل طيار المستقبل السياسي بمعنى آخر ثمت من يقول بأن هذه الزيارة هي لتحضير لتعليق العمل السياسي هذه هي فحوة هذه الزيارة هذه الزيارة سوف تكون مختلفة وهي مختلفة لأن بداياتها والتحضير لها كان مختلفا هذه المرة عن طريق من خلال حشد المناصرين حشد المؤيدين حشد المحبين حشد الأصدقاء غير الملتزمين في طيار المستقبل وعملية التحضير الإعلامية والتحضير في المناطق وفي مناطق النفوذ التقليدي لطيار المستقبل المسألة مختلفة وواضح أنها مختلفة الرئيس سعد الحريدي الذي وصل ليل الأحد الأثنين إلى بيروت قرر أن يمضي حوالي أسبوع إلى عشرة أيام في بيروت وسوف يكون برنامجه برنامجا حافلا باللقاءات وبالاجتماعات وبالعمل ربما حسب ما تواتر إلينا باللقاءات مع الحزبيين القدامى والحاضرين القيادات والكوادر المناطقية في المناطق وفي طيار المستقبل وهذا ما قد ينبئ بأن الرئيس سعد الحريري قد قرر الإعداد لعودة قد لا تكون هذه المرة محتمل جدا ومن المحتمل جدا أنه سوف يغادر بعد أسبوع من الآن أو عشرة أيام لكن عمليا هو سوف يعود سوف يغادر بعدما بدأ بالتحضير لعودة مقبلة قد تحصل في العام المقبل وربما لأنه العام المقبل هو عام الانتخابات سنة 2025 سوف نكون على مسافة سنة واحدة من الانتخابات النيابية المقبلة سوف تسبقها قبل ذلك الانتخابات البلدية وهي انتخابات مهمة وقد يكون لطيار المستقبل مشاركة جدية ومكثفة في الانتخابات البلدية التي سوف تسبق الانتخابات النيابية إذن نحن أمام وضع جديد مستجد وواضح بأنه ثمت جديد وأن هذه الزيارة مختلفة عن الزيارة الماضية الزيارة الماضية التي أنضاها في لبنان سنة 2023 كانت زيارة وضعت تحت سقف التعليق العمل السياسي بالرغم من أنه قام ببعض الزيارات واستقبل بعض الشخصيات السياسية لكنه عمليا آثر أن يبقى في الظل وأن لا يصرح بأي شيء وحتى الآن لا نعرف ونحن على مسافة 24 ساعة من اللقاء الجماهيري الذي سوف يجمع الرئيس سعد الحريري عند ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالذكرى 14 جباط ذكرى اغتياله سوف يكون على موعد مع هؤلاء الناس يتوقع ويحضر المنظمون تحضيرات جدية لكي تفوق العداد عشرات الآلاف من المشاركين من مختلف المناطق من يتحدث عن هدف الخمسين ألف مشارك من يتحدث عن ثلاثين أو أربعين ألف لا نعرف حتى الآن سوف ننتظر وسوف نراقل لكن بالتأكيد سوف تكون هناك مشاركة كثيفة والإعداد هو إعداد جدي وهو إعداد في مختلف المناطق وقد بدأنا نلمح هذا الموضوع من خلال الحجد الإعلامي والتحضير النفسي للجمهور المؤيد تقليديا للرئيس سعد الحريري إضافة إلى أن هذه مناسبة سوف تكون مناسبة مهمة جدا للرئيس الحريري العائد إلى لبنان وعمليا هو عائد إلى بلده وعمليا هو لا يحتاج للعودة إلى بلده لأن هذا بلده هو لا يعود إلى بلده هو في بلده أساسا وعمليا لم يغادر بالمعنى الحرفي للمغادرة هو علق عمله السياسي لكي نتذكر هو عندما قال عندما أعلن التعليق عمله السياسي ولم يقل أنه اعتزل السياسي أو أوقف السياسة أو حل طيار القامة بحل طيار المستقبل بالعكس وقال أننا نعلق العمل السياسي ونستمر بالعمل الوطني وبالتواصل الإنساني والشعبي مع الناس بمعنى آخر أنه وضع نفسه في الثلاجة ولم يوقف هذا العمل ولم يعلن أنه سوف يتوقف عن العمل السياسي خرج من لبنان ليقوم بأعماله الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي استضافته ولا تزال تستضيفه وتحيطه برعاية كبيرة ورعاية تامة في مدينة أبوظبي في العاصمة أبوظبي إلا أن القرار هو قرار التعليق وليس قرار الاعتزال ولم يكن مرة قرارا للاعتزال بماذا يعكث هذا الموضوع ثم تمن يقول بأنه هناك حلحلة في العلاقات مع المملكة العربية السعودية لأنه ثم تمن يعتقد ويتهم المملكة العربية السعودية وهؤلاء ليسوا حسنين نية بالعكس هؤلاء يريدون استمرار يعني استمرار العلاقات الملتبسة بين الرئيس الحريري والمملكة العربية السعودية والقيادة السعودية ويريدون أن يزيدوا ربما من إذا كان هناك اختلافات في وجهات النظر أن يزيدوا من هذه الهوى التي كانت تفصل بينهما ويأملون بذلك الحقيقة أن العلاقة بين الرئيس سعد الحريري والمملكة العربية السعودية صحيح بأنها ليست في أحسن حال وصحيح بأنها ليست كما كانت في السابق إلا أن العلاقة ليست علاقة تصادمية ولم يسبق للرئيس سعد الحريري أن قال مرة واحدة منذ أن بدأ الكلام والحديث عن علاقات غير سوية مع المملكة العربية السعودية لم يحدث مرة واحدة أن قال الرئيس سعد الحريري بأنه سوف يغادر لبنان لأن أحدهم أو جهة عربية طلبت منه مغادرة لبنان هذا لم يحصل ولن يحصل المملكة العربية السعودية ربما أعادت النظر في علاقاتها داخل لبنان ومع حلفائها وهذا موضوع آخر له حديث آخر وله فيديو آخر نتحدث عنه في وقت لاحق إنما واضب الرئيس سعد الحريري طوال هذه المدة على التذكير بأن علاقاته مع المملكة العربية السعودية هي علاقات عميقة هو ابن المملكة العربية السعودية هو ابن هذه المملكة هو ابن هذا البلد هو ولد هناك وترعرع هناك وهو سعودي بالولادة وليس سعودي ولم يكن مرة سعوديا بالتجنيس لم يتم تجنيسه هو ولد سعودية هو ابن المملكة العربية السعودية لذلك العلاقة بينه وبين القيادة السعودية هي علاقة داخلية وفي إطار داخلي وإطار خاص أكثر مما هو إطار عام طبعا هو رئيس حكومة لبنان وهو رئيس سابقا وهو ربما سوف يعود إلى الندوة النيابية في انتخابات مقبلة وربما سوف يعود إلى رئاسة الحكومة لاحقا وهو مواطن لبناني وهو زعيم لبناني نعم لكنه بنفس الوقت وهذه الميزة التي كان يتمتع بها الرئيس الشهيد رفيق الحريري بأن لديه جناحين يطير بهم الجناح السعودي والجناح اللبناني بهذا المعنى هذه ميزة لا تتمتع بها أي شخصية أخرى غير رفيق الحريري رحمه الله وأبناء رفيق الحريري ولسيما الرئيس سعد الحريري فيما يتعلق باحتمالات عودته إلى العمل السياسي أنا تقديري وهذه تقديرات شخصية أن ما يرافق هذه العودة من الحاشد ومن تحريك الماكينة السياسية والحزبية إضافة إلى الإعلامية يوضح بأن هناك قرار لدى الرئيس سعد الحريري بأن يبدأ بإدارة محركاته السياسية ماذا سوف يحصل لاحقا لنحن لا نعرف هل الموضوع مرتبط بتحسن علاقات مع المملكة العربية السعودية أيضا لا نعرف حقيقة وفي العمق ماذا يحصل ماذا يريد الرئيس سعد الحريري حتى الآن هو لم يسر بأمره لم يعني بسره لم يقل سره لأحد وحتى الآن ليس هناك من أحد يعرف على علم إذا ما كان الرئيس سعد الحريري سيلقي كلمة في الجموع التي سوف ترافقه وتحيد به عند ضريح والده ربما يكتفي بإشارات معينة أو بكلام مع بعض الإعلاميين يتم نقله عن لسانه وربما لن يفعل ذلك حتى الآن ليست الأمور واضحة إنما ما نريد قوله في هذا الفيديو هو أن سعد الحريري هو بين أهلي ومحبيه هو في بلدي عمليا وعمليا كان هناك الكثيرين من محبيه ومن مناصريه ومن أصدقائه وحتى من خصومه قالوا أن سعد الحريري لم يكن يجدر به لم يكن عليه أن يخرج من لبنان وأن يعلن خروجه من لبنان وحتى أن يعلق عماله السياسي لأنه يمثل زعامة ويمثل حالة لبنانية حقيقية وحالة سياسية وحالة اجتماعية وجزء من بيئة كبرى في لبنان هي البيئة الصنية إضافة لبيئات أخرى يتمتع بعلاقات ممتازة معها ماذا سيفعل؟ هناك الأسئلة كثيرة تدور حول معطيات عودته هل سيعيد فتح قنوات العلاقات مع حلفاء السابقين الذين اختلفوا معهم في الأعوام القليلة الماضية؟ هذا السؤال سوف نجد بعض الإجابات الأولى عنه في الأيام القليلة المقبلة ما هي الخطوات التي سيقوم بها؟ ما هو التموضع السياسي الذي ينوي أن يقوم به في المرحلة المقبلة؟ مرحلة العودة إلى العمل السياسي إذا قرر نهائيا بأن يعود إلى العمل السياسي من الباب الواسع أين سيتموضع في السياسة؟ هل سيبقى على تموضعه السابق؟ يعني مرحلة 2016-2018 أو 2018-2022 حتى الآن ليست لدينا معطيات حقيقية؟ هل سيعود إلى التموضع فيما يسمى بنيو 14 أزار 14 أزار جديدة بحلة جديدة، بنمط جديد، بإطار جديد، بخطاب مختلف؟ أيضا لا نعرف ما هي النواية التي يبيتها في المعنى السياسي هذه الأمور هي أمور حتى الآن سوف تحتاج إلى الوقت لكي تتكشف يوما بعد يوم، كلمة بعد كلمة، إشارة بعد إشارة إنما بالخلاصة لا بد من القول ومن الإشارة بأن عودة الرئيس سعد الحريري تعطي زخماً لحياة سياسية في لبنان بشكل أو بآخر هي تعطي زخماً لجمهوره وجمهوره مهم ولا قيمة كبيرة في المعادلة اللبنانية عودته هي عودة طبيعية لأحدى الزعمات الكبرى في البلاد وبمعنى آخر أن عودته هي علامة إيجابية وليست علامة سلبية للبنان بالعكس هي علامة من العلامات الإيجابية لكي يكون هناك يعود شيء من التوازن في البلاد إنما الأمور مرهونة بأوقاتها، الأمور مرهونة بقرارها، الأمور مرهونة أيضاً بتموضعه السياسي أين سوف يقف سعد الحريري في المرحلة المقبلة سياسياً وكيف سيدير إذا قرر العودة، كيف سيدير حملة العودة أو قرار العودة أو مسيرة العودة المتدرجة إلى لبنان لكي يكون على موعد مع الانتخابات النيابية المقبلة سنة 2026 بكل الأحوال نقول للرئيس سعد الحريري أهلاً بك بين أهلك ومحبيك أهلاً بك في بلدك، هذا بلدك، مكانك قبل أن تغادر وفيما كنت خارج لبنان وبعد أن تعود إلى لبنان أنت على أرضك اشتركوا في القناة